سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلاً وسهلاً بحضراتكم أعزائي المشاهدين في أولى حلقتنا من برنامج تواصل مع حضراتكم سارة صلاح أسعد وأشرف بالتواصل معيكم من خلال أي البرنامج الجميلة واللي أتحتها لنا القناة بكل رحب وسع تحت عنوان جميل تحت عنوان يحمل معاني إنسانية ومعاني رحيمة ومعاني تواصل فيها تفاصيل للحياة تواصل صلة ما بين أطراف تواصل تفاصيل تواصل حياة تواصل حب تواصل رحمة تواصل حزب تواصل لطف تواصل قوة تواصل ضعف تواصل بكل أنواع تواصل تواصل حتى بتفاصيل الوش تواصل حتى بالقلب تواصل حتى بالإشارة تواصل لإيجاد لغة بين الأفراد اللهم لك الحمد على نعمة التواصل اللي أوجدتها بنا علشان خاطر نعرف نتواصل بيها طب هالي التواصل ده بيكون بس مع أنفسنا ايه أنواع التواصل؟ امتى بيتواجد التواصل؟ هل الصمت يعتبر تواصل؟ هل الضحك يعتبر تواصل؟ هل الحزن يعتبر تواصل؟ هل الحياة تعتبر تواصل؟ هل الموت وما بعد الموت يعتبر تواصل؟ تواصل معنى كبير جدا قناة مفتوحة بيعبر من خلالها حاجات كتير بيعبر من خلالها أداب بيعبر من خلالها حقوق بيعبر من خلالها وجبات بيعبر من خلالها فضل وأحسان وإذا وجد التواصل لابد من أن تكون له علاقات والعلاقات أنواع كتير أوي من أهم أنواع العلاقات هي علاقتي بخالقي علاقتي بمن صنع هذه الكينونة الذي جعلها أفضل وأحسن تقويم على مستوى الكون كله واللي خلق للكون ده كله بالتواصل بتاعه ده علشان خاطر يتواصل معي علشان خاطر يخدمي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة وإعمار فيها تفاصيل كتير جدا مفروض هي الأولوية الأولى اللي بيندرج تحتها باقي العلاقات علاقة تانية علاقتي مع النفس مدى وضوحي فيها مدى معرفتي بها نقاط قوتي نقاط ضعفي إيه اللي بعرف أعمله قدراتي إمكانياتي مواهبي تصحيحي لأخطائي مدى عمق علاقتي وتواصولي بنفسي أتيج العلاقة الثالثة علاقتي مع الناس علاقتي مع المحيطين بي علاقتي مع أقرب وأشد علاقة وجدت وهي علاقتي مع أول اتنين أول ما بيفتح عيني في الحياة ببدأ أشوفهم علاقتي مع والدي والدتي أول اتنين بيستقبلوني في الدنيا أو من يقوم بهذا المقام مقام الرعاية قبل أن يكون مقام التربية الأب والأم مقام بتظهر فيه الخيرية خيركم خيركم لأهله هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلى الخير فينا والأفضل فينا هو اللي بيعرف يتعامل مع الديرة القريبة دي ديرة الأب والأم والإخوات والأقارب فيما بعدهم وبعد كده الأدقاء خيرك خيركم لأهله أحسن حاجة تطلع منك هي اللي طلعت للأهل مش أحسن حاجة هي اللي طلعت للناس اللي برا لا خير فيما أخرجة للناس اللي برا حياة حلوة وما فيش خير ليه في أهله زي ما بيقولوا كده بالمثل اللي مالوش خير في أهله مالوش خير في حد فاللهم ادعاننا يا رب يا رب يا رب من أخير الناس في أهلها طيب لو جينا تكلمنا عن الخيرية وعلاقتها بينا وبعمقها تواصلنا ده محتاج درجة ففي درجات من التواصل بتكون تواصل سطحي وفي درجات تاني من التواصل بتكون تواصل قوي وفي درجات أعمق وأعمق بتخلي التواصل وكأنه روح وحدة موجودة في جسدين حتى أحيانا من خلال التواصل بتحصل حاجة ما اسمها التخاطر التخاطر ده اللي أنا ممكن يكون في بالي حاجة وتوصل للطرف التاني دون أي كلام أو دون أي إشارة من قوة أن الروح متواصلة مع بعضها طيب هل الأب والأم هم اللي بيسبقوا الأول الأولاد في الخيرية؟ ولا العكس صحيح؟ طيب ما تيجي نشوف كده إيه؟ مين بالمنطق يسبق مين؟ هل معقولة أن أنا لازم أقدم فروض الولاء والطاعة للوالدين لمجرد أن هم سبقوني أو أن الله سبحانه وتعالى حطلهم حق علي؟ ولا العكس؟ خلينا نقول أن في مقام ما نقدرش أن نحن نتجوزه مقام الوالدين وقاد وربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريمة إذن مقام الإحسان إلى الوالدين مقام كبير جدا 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 مقام يكاد يكون بعد التوحيد مباشرة طيب أنا كإنسان كطفل هعمل إيه مع المعدلة القوية دي اللي ارتبطت بعبادة تبتعالوا نبص كده من ناحية التانية هل الأب والأم متروك دون وجود أي تقويم أو رادع لي كإنسان؟ لا طبعا موجود إيه طيب؟ سن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول عنهم كله والمرأة في بيت جوزها راعية ومسؤول عن الكل إذن ربنا سبحانه وتعالى حط مسؤولية وأمانة في إيد الأب والأم في كيفية التعامل مع الأطفال إذن أنا اللي هوجد الخيرية دي بإيدي وبنفسي من البداية أنا اللي هبزل مجهود علشان خاطر ألاقي نتيجة يعني إيه أسرة؟ الأسرة هي عبارة عن كلمة معناها أن في أفراد بيأثر بعضهم البعض يعني هم كده بمثابة يعني إن جايز التعبير جاي من كلمة الأسير اللي هو إيه ناس كده مقصورة ببعضها مربوطة ببعضها مربوطة ببعضها بقى إيه لا تستطيع أن تنفك تلك الرابطة وأصلا خلى الرابطة دي مربوطة فيما يسمى الرحم والرحم كلنا عارفين إن هو متعلق بعرش الرحمن سبحانه وتعالى يعني مش مفكوكة مش مفكوكة إلا من أفسد وإلا من حاول إن هو يقطع العقد المتواصلة مع بعضها وكده أكيد لو تحلت عقدة أو انفرط فرط بيؤثر على باقي أفراد الأسرة أسرة من الأسر أسرة من شدة التواصل أسرة من شدة المصالح المشتركة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته نرجع لميزان التقييم ميزان التقييم بتاعنا وهو الخيري طيب سألنا نفسنا هسأل مقامي فين؟ العقل والمنطق بيقولك أنت اللي هتبزل للمجهود في البداية علشان خاطر تعرف توصل للنتيجة اللي أنت عايزة طيب هل كل مجهود هي وصلني للنتيجة؟ وقال ليس للإنسان إلا ما سعى إحنا بنسعى بنحاول بنكتهد إن إحنا نوصل في التربية إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى فيه آية جميلة جدا كل ما عدي عليها في القرآن أحس نفسي إن أنا مش بتكلم أبدا عن الزراعة أنا بحيث نفسي إن أنا فعلا بتكلم عن التربية أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنتوا اللي بتربي بتربوا؟ ولا إحنا اللي بنربى؟ مين اللي بيربي؟ الله سبحانه وتعالى هو اللي يتولى التربية الله سبحانه وتعالى هو اللي بيوجد لك الأثر بتاع التربية نفسي فكرة إن إنت بتاخد دوة إنت بتتصور إن الحبية بتاعت الدوة دي اللي إنت بتاخدها هل هي اللي فيها الشفاء؟ هل هي بمجرد توصلها بمناسبة برنامجنا هل هي بمجرد التوصيل ده للمواد الكيميائية للجسم هيحدث الشفاء؟ لا يحدث الشفاء إلا إذا أذين الله فإذا أذين الله بحدوث الشفاء هنا حدث الشفاء وإذا أذن الله سبحانه وتعالى بحدوث التربية حدثت التربية فالعمل واستهعي والمجهود اللي إحنا بنبذله ده المطلوب مننا والتوكل القلبي والربط عليه ده مرتبط بربنا سبحانه وتعالى بفكركم بمثال بسيط على كده سيدنا نوح عليه السلام في حالة الغرق الوقت ده أنا ما بستحضر الفكرة نفسها ركبرت ابني وفضلت أربيه وبعد تربيته ما فيش أشد على النفس من إني ألا إي لا يؤمن بالله لا يوجد مصيبة في الدنيا أي مصيبة في الدنيا تعالى إي ما خلق الله من دائم إلا وجعل له دواء علمه منعلم وجاهله منجاهل لكن مصيبة ما بتيجي في الدين بتبقى فعلا على قلب الأب والأم شديدة فما تيجي تحط نفسك مكان سيدنا نوح عليه السلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعافينا أجمعين لأنه بلاء فعلا عظيم ويليغ بمقام النبوة سيدنا نوح عليه السلام موضوع كان صعب عليه جدا قال له يا رب ابني طفان هيغرأ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح هنا في المكان ده بالضبط بنلزم حدود الأدب مع الله سبحانه وتعالى وهنا استغفر سيدنا نوح عليه السلام فعلشان كده بقول إن الإنسان بيبذل قدر المستطاع والنتائج يتولاها الله سبحانه وتعالى وأسأل الله أنه محدش أبدا 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 يبتلى في أي عزيز ولا غالي عليه خاصة لو كان الإبن لأن العكس صحيح لو حضراتكم نفتكر بيت الحمد البيت اللي بيكون وجود للأب أو الأم اللي فقد ابنه البيت ده لا يناله إلا من فقد ابنه وحمد الله وصبر على هذا البلاء لأنه بلاء عظيم الله سبحانه وتعالى يقدره للعبد من قوة العلاقة اللي موجودة ما بين الإنسان وابنه لأن العلاقة دي مش علاقة مكتسبة مش علاقة مكتسبة العلاقة دي علاقة روحية ربنا سبحانه وتعالى حطها لي في جوة قلبي خلاني أنا بحب ابني أو بحب بنتي دون أن أبذي المجهود فالحب رزق كان بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول على سيدة عائشة أني رزقت حبها رزقت تعالى كده شوف مثلا بتواصل مع حد معين أو بانتهاء علاقة مع حد معين بتحس تحيانا بغصة في قلبك تحس أن أنت موجوع أو لفقد أي إن كان نوع الفقد العقل ممكن يستوعد لكن القلب عشان ينتقل من شعور كان متجذر فيه زي كأنك بتزرع زرعة والجذر بتاعها نازل في الأرض من محبة عشان تنتقل من مستوى محبة لمستوى محبة تاني مش بسهولة قل لي الزرار اللي هتدوس عليه فين وندوس عليه لذلك عشان دا كده إحنا مميزين أن إحنا بشر بشريتنا إنسانيتنا تفاعلنا تواصلنا مع الحولينا خيريتنا في أن يكون أحسن تواصل موجود هو تواصل اللي موجود مع أولادنا طب بالرعاية ولا بالتربية؟ طب يعني إيه رعاية ويعني إيه تربية؟ الرعاية معناها كل الأمور اللي بيقوم بيها الأب والأم من رعاية وتكفل بالطفل طب دي مثال كده عندنا الرعاية الأكل والشرب يعتبر الرعاية الإنفاق على الولاد يعتبر رعاية حتى الاهتمام بالنظافة الشخصية وإيجاد الملابس والحاجات دي كلها كل دي يعتبر رعاية طيب أمال إيه التربية؟ التربية هي تقويم السلوك فن التعامل مع الخطأ فن التعامل في تصحيح الخطأ والمعالجة التربية إن إزاي أخذ بإيده وقف بيها على الطريق الصح التربية إزاي أوصل له مشاعر صحيحة صدقة تخرج من القلب للقلب التربية إن إزاي عذرني في وقت ضعفي التربية إزاي أخذ بإيده في وقت قوتي التربية إزاي نبقى أسرة متفهمة لبعضها البعض إيه ده؟ هو فيه فرق بين الحب والفهم أه أغلب المشاكل اللي بنواجهها للأسف بنواجهها لأن الأفراد لا تتفهم بعضها مش بنواجه المشاكل علشان خاطر الناس مش بتحب بعضها للأسف أحيانا بعض القصور في التفكير بيخلي المشاكل اللي بتحصل ما بيننا على مستوى الكبار أو على مستوى الصغار أو على مستوى تعامل ما بين الكبير والصغير عدم الفهم بالضبط كده هلديك مثال بسيط أو سيدنا داود عليه السلام وابنه سيدنا سليمان طبعا سيدنا داود كان ملك نبي ملك وكذلك من بعد سيدنا سليمان عليه السلام اللي اتنين كانوا قاعدين وانه معروف ان سيدنا داود كان بيحكم في حاجات كتير بتجيروا مسائل زي فكرة القاضي انه اسأل في كذا واسأل في كذا فبعرف ايه المفروض اعمله الفصل فيه المناوشات او الفصل فيه التخاصم ما بين الافراد او المشاكل اللي موجودة فسيئة فجيه دخل رجل بمسألة فسأل فما سأل اغلق الفهم على سيدنا داود واللفظ القرآني يعبر تعبير رائع في منتهى الرواع ففهمناها سليمان ففكرة الفهم معنى كده ان الفهم يختلف عن الحب هل لا توجد علاقة الحب بين سيدنا داود عليه السلام وسيدنا سليمان بالطبع بالطبع موجودة طيب هل العلاقة دي بتقوى بالفهم اكتر ده اللي ان شاء الله بإذن الله اللي هنعرف نقوله بإذن الله مع بعض بعد الفصل وارجع وواصل مع حضراتكم الفرق ما بين الحب والفهم زي ما قلنا كده سيدنا داود ربنا امر في الوقت ده ان ماينفعش مش هتفهم مش هتعرف التحل المشكلة اللي جايلك وخلى مخ وعقل سيدنا سليمان يستوعب الفهم ده في الوقت ده هل ده معناه ان حد أفضل من حد هل ده معناه ان ان ما وصلوش الفهم ده دون المستوى لا والله حاشا لكن هي أبواب بيفتحها الله سبحانه وتعالى على إيد حد من عباده علشان خاطر يقدر يكون ليه بصمة في شيء معين وما أزنش لحد تاني لحكمة قد لا يعلم هذه الحكمة أصلا إلا الله سبحانه وتعالى فممكن أكون بحبك جدا ممكن أكون روحي فيك لكن بعمل معك مشاكل كتير ليه بعمل معك مشاكل كتير أنا مش فهم انت بتقول إيه إيه ده هو احنا مش نفس اللغة لا نفس اللغة بس معنا كلمة معينة أنا قد أفهمه بشكل معين أنت تفهمه بشكل تاني خالص ليه لأن هي الحالة المعرفية لجوية ده الفهم اللجوية للكلمة دي أنا ممكن أكون فهمة أن فكرة الحب مثلا أم حد يقول لي أنا محتاج حاجة فممكن واحد يفتكرها مساعدة ممكن واحد تاني يفتكرها مال ممكن واحد تالت يكون عنده معنى الاحتياج الأكبر للحب أنت عاوز إيه اللي أنت محتاجه الطفل أما أما بيترني في الأرض عشان خطر محتاج حاجة معينة من بابا ومنطو في ناس بتعتبر أن الرمية دي عنات في ناس تانية بتعتبر أن الرمية دي زن في ناس بتعتبر أن الرمية دي دلع إذن الموقف واحد لكن التفسيرات مختلفة قد يكون برضو الكلمة واحدة لكن التفسيرات مختلفة وهنا يبقى بما أن وجهة حب إذن ينبني عليه تواصل وبما أنه ينبني عليه تواصل يبقى إذن لابد من وجود فهم وتفاهم والتفاهم معنى تاني خالص أن أنا إزاي أعرف أحط نفسي مكان اللي قدامي وأعرف هو شايفني إزاي زي ما حضرتكم كده بتتفضلوا مشكورين شايفيني المفروض أن أنا أحط نفسي زينيا وشوفكم شايفيني إزاي في الوقت ده هعرف أحس بشعوركم في الوقت ده هنعرف نفهم بعض أكتر في الوقت ده هعرف الفرق بين الاختلاف بيني وبينك أما شوف أنت شايف إزاي هقدر أما شوف أنت شايف إزاي هعزر أما شوف أنت شايف إزاي هسامح الكلام ده مش على مستوى صغيرين وبس الكلام ده في عالم الكبار وفن طرح الأسئلة اللي بتخلي نوع من التواصل كبير بين الناس أنا ممكن أسألك أما تقول لي كلمة أنت مأثر في حقي تقصد إيه في واحد تاني ياخد كلمة أنت مأثر في حقي لا أنا مأثرتش في حقي وهنا ياخد موقف الدفاع وقد لأكون أنا محتاجة منك إن أنت تدافع عن نفسك أنا ممكن بقول لك أنت مأثر في حقي أنا محتاجة حب أنا محتاجة أن أنت تقرب مني أكتر أنا محتاجة حنان أنا محتاجة رعاية فالرؤية بتاعتي أما اختلفت وخطيت نفسك أنت في موقف الدفاع خلنا على مكتين مختلفتين تماما إيه اللي يوضح إيه اللي يفهم إنه نتكلم نتواصل الوصال اللي بيحصل بيننا وبين بعضنا بيخلي رؤيتنا واحدة وكل أما بتيجي رؤية واحدة مش معناها إن إحنا متفقية عن نفس الرأي بس الرؤية بتكون قريبة من بعض أعرف أفهم أنت بتفهم إيه وأنا بفهم إيه فأعرف أحل المشاكل اللي بتتواجد يعني أطل الله أعماركو كلكو بإذن الله واجعلها فيها بركة أي ولد هو امتداد للعمل بتاعي ليه؟ لأن أنا اللي صنعت التشكيلة دي أنا اللي شكلت التشكيلة دي أنا اللي حطيت فيه القيم والأفكار والعادات والتقاليد وقبلها الدين أنا اللي اديته كل ده فإن يكون إن أنا أديله كل ده وسواء بقى بخيره أو بشره ولا 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 يقع في ميزاني دي كده يعني أنضجي يعني ما أدرش إن أنا أستوعب إن ده يعني مش طبيعي حسن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن يخليلي ولد صالح مش أي ولد ولد صالح يدعو له فاكرين الورد بتاع الخيرية فاكرين اللي احنا أوجدنا معاه علاقة تواصل رحيمة علاقة تواصل قوية علاقة تواصل فيها إحسان علاقة تواصل فيها تفاهم وفهم قبل أن يكون فيها المحبة المحبة ما فيهاش كلام المحبة دي أول حاجة أوجدها ربنا سبحانه وتعالى في العلاقة أصلا ما بينه وبين عباده ربنا بيقود يا أيها الذين أمان ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إيه جمال ده يعني لو كله ميشي وجاب غيرنا هيحبوه وهو اللي بيحب الأول ويحبونا وبالتالي أوجب موجود ما بيننا علاقة الحب وكانت أقوى علاقة موجودة هي العلاقة اللي موجودة ما بين الأب والأم لولدهم نرجع للرعاية والتربية ونرجع لتقويم السلوك ونرجع لفكرة الخطأ طب إيه اللي بيخلي الناس تبقى قاعدة بتشدوا شعرها من كتر المشاكل اللي بتحصل من ولده ببساطة كده طبيعة الحياة وجود المشاكل المشاكل جزء لا يتجزدأ من الحياة خلينا نقول إن لو أنا عندي قماشة والقماشة عبارة عن مجموعة من الخيوط والخيوط دي خيط اسمه فرح وخيط اسمه حزن وخيط اسمه ألم وخيط تاني اسمه مشاكل وخيط تاني اسمه تحديات كل الخيوط دي مع بعضها كونت لي نسيج النسيج دا لو فكرت إن انت تيجي تقول لي إن الحياة ما فيهاش ألم أو أنا عايز حياة بدون ألم أو حياة بدون مشاكل تعال هقولك شيل كل خيط معبر عن الحاجة اللي أنت عايز تشيلها مش عايز حزن شيل حزن مش عايز الألم شيل الألم هتفاجأ إن النسيج انفكر من بعضه هتفاجأ إن النسيج باز ليه؟ لأن دي سنة الكون سنة الكون زي ما فيها نور سنة الكون إن فيها ضلمة سنة الكون اللي خلقنا فيها ربنا زي ما فيه شمس زي ما فيه أمر زي ما فيه النهار الواضح اللي إحنا بنتعلم منه حاجات كتير وبنقابل بعضه بيكون فيه تواصل شديد في الحياة والليل بسكونه وهدوءه وضلمته أنا بتعلم حاجات من البشر أو من نفسي أو من الكون في النهار وبتعلم حاجات من نفسي ومن البشر ومن الكون في الليل يبقى إزاي الليل اللي مناسب لطبيعة المشاكل أتعامل معاه على إني مش قابله طب وإزاي ما قبلوش وإزاي ما تعلمش من مشكلة معدية علي فكرة المشكلة ما هي إلا معدلة رياضية معدية عليك حاول أن أنت تتعلم منها أكبر ما يمكن والضحة والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلة وقتين أقسم بيهم ربنا سبحانه وتعالى فيهم كمية من المشاعر الإنسانية جميلة دوحة ده اللي هو وقت النهار بس وقت بتكون الشمس فيه مش بتحرق والليل إذا سجى بداية الليل لما يتكون بداية المغرب كده بمشاعره بالسماء وصفاقها وجمالها وقتين فيهم بيدعبوا الروح بتاعتنا فإزاي إحنا مع المعاني الجميلة دي ربنا بعد وقال له إيه ما هو بتعك ربك وما قال أنا ما سبتكش أنا ما كرهتكش مع النور اللي إنت بتعدي بيه ومع الضلمة اللي إنت بتعدي بيها أنا موجود إنت بتتعلم وتواصلك معي القوي موجود لكن ما تنسنيش في أي علاقة فيها التواصل طيب إزاي الكلام ده هضرب لك مثال أي علاقة التواصل خط لها المسلس ده في طرف على اليمين وفي طرف على الشمال والله سبحانه وتعالى بيعلو العلاقة كلها يعني إيه؟ يعني أنا ما أجي أتكلم مع حد قبل ما أوجه كلمي ديك مباشرة هعديه على مخي كده هل ده ربنا يرضاه؟ هل لو لو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنبي الكلام اللي أنا بقوله ده يحبه؟ هل ينفع إن أنا أقوله؟ طيب ما وإيه المشكلة ابني وباربيه؟ ابني وباربيه؟ قبل ما يكون ابنك وبتربيه في حاجة مهمة جدا 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 كانت يمكن في بداية الأمور التربية خاصة اللي هي في البداية كانت الناس حيانا من حوالي حتى من حيانا مقربين استغربوا هنا التصرف ده يعني كنت بلايك تعليق ده كتير يعني وهيكي التعامل بتاعك ده أنت طبيعي ده طبيعي ده التعامل الطبيعي اللي بيتعامليه للأطفال وعايز أقول لكم إنه كان ممكن طفل ثلاث سنين وطفل ثاني خمس سنين بس كنت قد إيه بشعر أني معي أمانة إنه معي إنسان تاني أنا 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 بقدم لهذا الكون كائن تاني مش عشان خطر بصلحتي بس واللي هستثمر في نفسي فيه اللي هو إن أنا لابني وما يعود علي من ابني لا 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 ولا عشان خطر بحبه بس المجتمع أنا بقدم للكون إنسان يعبد الله بكينونة تانية بقوة تانية بمقاومات تانية بمواهب بقوة بضعف بعناصر جديدة مختلفة عني أنا نفسي بستكشفه يعني أنا حسيت إن الإبني اللي معايا ده فعلا بستكشفه بشوف إيه اللي ربنا حطله فيه ومش محطوط فيه بشوف إزاي تنمى إزاي نعدي نقاط الضعف اللي موجودة ونحاول نوصل بيها لنقاط قوة ونقاط الضعف اللي مش هعرف أتعامل معاها إزاي إن أنا أقدر أحجمها أو أقف بيها عنده نقطة معينة فكان كلامي دايما معاهم كأني نفسيا بإحساس الكبير المال والبنون زينة طول حياة الدنيا اتكلمنا عن المشاكل اتكلمنا إن المشاكل من طبيعة الحياة وإن إن شاء الله بإذن الله يكون في الحلقات اللي جاية وإحنا مع بعض ياما نستقبل بقى المكالمات التليفونية إن شاء الله بإذن الله ونحاول مع وعد كده بالراخة وبرضو من خلال صفحة سارة صلاح على الفيسبوك سوشيال ميديا فمن خلال التواصلات دي كلها ومن خلال البرنامج إن شاء الله نقدر نحاول نوصل لأحسن صورة ممكنة فينا يبقى بداية بقبل إن المشاكل هي جزء لا يتجزأ من الحياة طب أمال بقى إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا طب أنت متقدر ليه؟ طب زعلان من عيالك ليه؟ طب حاسس بمشاكل منهم ليه؟ انت شيفش لسه إليه لي أن ده واقع الحياة؟ فعلا هو واقع من الحياة وجزء لا يتجزأ منها ولا ينفي إن وجود زينة يعني الأصل إيه؟ الأصل تخيل كده معي أنا كلما أفكر كلمة زينة زينة الحياة الدنيا يعني أولادي دول زينة الحياة؟ أولادي دول زينة الحياة؟ يعني تخيل لما بعلق حاجة كده فاكرين زينة رمضان والزينة اللي بتتعلق في أي مناسبة ومدى الجمال اللي فيها ومدى البهجة اللي بتحققها لي فتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى يقول على أولادنا إن هم زينة فإذن يعني لأ هم بهجة الحياة هم نعمة للحياة ما شاء الله اللهم قدمها علينا طب أنا بتحصل لي مشاكل ليه؟ بتحصل لي مشاكل غير إن هي الواقع ممكن تكون بسبب سوء التواصل الذي يحدث مع الأبناء لا شكة في الحب ولكن هناك ثجوة نتيجة سوء التواصل نتيجة إن أنا ما تعلمتش إزاي أربي طب هو ينفع التربية إن أنا أتعلمها؟ طبعا أنا لازم أتعلم سواء أتعلم عن طريق إن أنا بقرأ سواء بتعلم عن طريق إن أنا بشوف برنامج تلفزيوني أو بتابع على أي مصدر من مصادر السوشيال ميديا سواء إن أنا بتعلم من خلال خبرات سابقة لآخرين وشكل التعلم بتاعي ده هيكون شكله إيه؟ هل شكل التعلم بتاعي مجرد زخم أو معرفة بزيادة معلومات 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 عما لا تدخل واجي أقول أنا حضرت كرس كذا وحضرت دورة كذا وفي الأخر هو كلام ما بيتعملش وفيه نوع تاني ييجي يقولك أنا هشرح لك الطريقة بالزبط اللي هتعرف تعمل بيها تربية ولادك وفيه واحد تالت ييجي يقولك أنا هاخد بإيدك وأوريك في المكان ده بنعمل كذا وفي المكان ده بنعمل كذا واتمنى إن شاء الله بإذن الله إن يكون النوع التالت موود معنا من خلال برنامجنا تواصل زينة الحياة الدنيا محتاجة فعلا تواصل حقيقي من القلب محتاجة فعلا تعامل صادق يخرج من القلب إلى قلوب أولادنا التعامل الصادق ده ما يكيش إلا بنية صادقة قوية نقدر نوصل من خلالها الحب والفهم لأولادنا فعلا سبحان الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا طب عايزة ربي أنا هاربي إزاي؟ إزاي أوجد علاقة سوية ما بيني وما بين أولادي؟ إزاي ما بتعلم الفن القيادة أو بتعلم إزاي إن أنا وباخد شهادة من تعليمي ومذاكرتي لمدة عدد من السنوات وباخد شهادة لإن حد علمني السواء أنا المفروض إن أنا أخد شهادة ومقصودش بيها شهادة تعليمية قد ما أنا أقصد بيها إن يكون مصرح لي إن أتحمل أمام نفسي على الأقل إني أتحمل المسئولية دي أتحمل مسئولية التربية قبل ما أقدم الخطوة على الجواز يكون عندي رؤية وهدف أنا هستثمر إزاي في الطفل اللي أنا هجيبه ده من بداية اختياري لأم يعني أنا بقى المسئولية على الرجل في البداية أو المرأة في البداية في بداية الاختيار إحنا بنختار بعض إزاي وعلى أساس إيه؟ أفكارنا مع بعض الحب وحده لا يكفي الحب وحده لا يكفي في حب وفي تفهم وفهم وإيه الطريقة اللي هنعرف نعالف بيها أخطاء الولاد وإيه الطريقة اللي نعرف نتجاوز فيها علاقاتي أنا وإنتي كأب وأمه كزوج وزوجة علشان خاطر أعرف بعد كده أمرر التواصل بتاعي للولاد تخيل بيت يعني أكيد ببيوت مختلفة لو دخلنا بيت ولقنا بيت الأب لو قال كلمة وحشة والأم ما ردتش عليه هل هو يتساوى ببيت بيعذر بعضه البعض وبيعتذر بعدما بيقول كلام حاجة مش كويسة أو الأم عملت كده هل ده يساوي بيت بيمد إيدهم فيه على بعض لقدر الله هل ده يساوي بيت يملأه السباب واللعن هل ده يساوي بيت كله محوط على بعضه وبيجي يحكي تفاصيل يومه وبيجي يحكي من جوه قلبه ويعتبر البيت أكثر صداقة لي من بره وأكثر حماية لي من بره بحيث إن أنا أخلي فيه وقاية قبل ما يكون فيه علاج إزاي بشوف ابني إزاي بشوف بنتي إيه الندارات اللي أنا بشوف بيها أولادي لو أنا حطت ندارة إن أنا ندارت النقط إنت كذا إنت مهمل إنت فاشل إنت مش ناجح ولا أنا هحط النحية التانية رفق هحط الاحترام هحط الإنسانية أي ندارة فيهم هشوف فيها أولادي الأخطاء الجسيمة خليها قاعدة كده معنا الأخطاء الجسيمة لا تعالج إلا بالرفق والحزن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة يا عائشة ارفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرة أدخل عليهم الرفق ربنا لو عايز ببيت من البيوت يحصل فيه خير وياخد الخيرية اللي قلنا عليها لازم يدخل فيه الرفق البيت اللي ما فيهوش رفق والرفق مش دلع وإن شاء الله بإذن الله هنتفرد بإذن الله في الحلقة الجاية عن فرق بين الرفق والحزن وكيفية التواصل من خلال القنوات دي والعين دي وفي الآخر أنا هقول لكم كلمة جميلة قال هنا سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله وراضي عنه إن من أحب الأمور إلى الله القصد في الجدة يعني في الجد والعفو في المقدرة يكون عندي القدرة على العفو وأنا قادر والرفق في الولاية أما بتولى على حاجة بكون رفيق بيها وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة سعيدة وشرفت بالدقائق اللي فاتت مع حضراتكم وأتمنى إن شاء الله إن ربنا يجمعنا بتواصل أكثر وأكثر من قلبي لقلوبكم طبتم وطبا ممشاكم وكانت معكم سر صلاح وشوفكم على خير إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر